ده اللي أنا عايزة أسأل فيه يعني في عاجة اسمها الرسائل السياسية والرسائل لو هنكون أدقى الرسائل الرئاسية لما رئيس الجمهورية القيادة السياسية للدولة يجلس مع أهالي هذه القبائل بمنتهى الود وعلى أرض يعني رحبة جدا وعلى مائدة يعني بتجمع كل الأطياف ويقول الحاج بلال قال لي أن السيوة كدت هتغرق وإحنا تدخلنا وعملنا وشفنا المشهد زي كان عفوي وجميل ماذا يريد الرئيس إيصانه لهذه الرسائل للداخل المصري وللخالج هو أنا عايزة أقول للحضرتك على حاجة هي دي سياسة الرئيس منذ أن تولى أنه هو في أي محافظة أو أي مكان أو مدينة بيروح فيها بيقابل أهالي المدينة وبيقابل أهالي المحافظة الرسائل دي مهمة جدا الرسائل أولا أن الدولة تقض بجانب أي محافظة أو أي مدينة وبتقدم لهم كل الخدمات أن الرئيس لما يقعد بنفسه ويتحدث مع الأهالي ويتحدث مع الشيوخ بأس معهم فده دليل على أن الرئيس متابع عرف واحد واحد ومتابع جيد الأزمات اللي حصلة جوة هذه المحافظة وبيسعى إلى تحيات وبيسعى إلى تنفيذ مطالب الأهالي نفسهم أو المحافظة نفسها من أزمات عندها من مشاكل عندها وعارف المشاكل كلها وسيط الرئيس حتى تحدث وقال أنا كنت موجود كان بيخدم في المنطقة الغربية ومن وقتها المشاكل ولما رجع لسه لقى نفس المشاكل الموجودة إذن يعني لما بقى رئيس جمهورية تولى رئيسة الجمهورية كانت هي هي نفس المشاكل الموجودة لما كان زابط صغير بيخدم في المنطقة الغربية إذن في الرئيس يعلم جيدا إيه اللي بيحصل على الأرض دي رسالة مهمة لأهالي المحافظة اللي بيقعد يتكلم معاهم إن أنا عارف مشاكلكم إن أنا هحل هذه المشاكل ونقدر إن إحنا نقدم كل الخدمات اللي هي يستفيد منها الأهالي وتستفيد أيضا وتعود بالنفع على الدولة يعني مش هيستفيد الأهالي فقط لكن الدولة نفسها هتعود لها أيضا يعني الخيرات أو الاستثمارات كلها على الجانب الآخر طبعا الرئيس لما بيقعد مع هؤلاء المواطنين بيشرح لهم بشكل مبسط جدا الأزمات اللي بتواجه الدولة المصرية التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية إحنا عارفين إن الوقت فيه تحديات كتير وفيها أزمات على مستوى العالم ككل جراء مثلا الأزمة الروسية الأوكرونية ومن قبلها أزمة كورونا اللي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم ككل يعني في أغلب دول العالم عندها أزمات اقتصادية مش مصر فقط وبالطبع يعني مصر بما إنها دولة من دول العالم فتأثرت بشكل كبير إن جراء هذه الأزمة الاقتصادية فالرئيس بيقعد وبيشرح للمواطنين بدون أي مسافات هو أعفو وسطيهم بيشرح لهم هو أولا بيضحط كل الشائعات اللي هي بتقال والأسهم المصابة ناحية الدولة المصرية في الوقت الحالي هو بيضحط كل الأزمات الشائعات بيتحدث بقلب مفتوح وبقلب واضح وبيجيب على كل الأسئلة فده تأكيد أن الرئيس يعلم جيداً إيه اللي بيحصل داخل الدولة بيعلم المشاكل اللي بيعاني منها المواطن في الوقت الحالي بيطم من المواطن وبيسعى إلى حل كل الأزمات جلوس الرئيس مع الحالي وأمام العالم ككل ده تأكيد على أن الدولة تعلم جيداً إيه هي الأزمات وبتعمل على حلها وما فيش انفصال بين الدولة وبين الشعب وبين الرئيس